يمثل البعد الاقتصادي ركناً أساسياً في توطيد العلاقات بين مصر والصومال على مدار التاريخ حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين عام 2023 ليصل إلى 56.3 مليون دولار ما يعزز ضخ استثمارات في كل الجانبين تتسم العلاقات بين مصر والصومال بالقوة والمتانة على مر التاريخ وتتميز بتعدد الروافض في إطار من المصالح المشتركة لتشمل جميع المجالات خاصة الاقتصادية ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفع التبادل التجاري بين مصر والصومال في أول 11 شهراً من عام 2023 ليصل إلى 56.3 مليون دولار مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 26.5% صدرت مصر للصومال منتجات مطاحن وحبوب بقيمة 28.7 مليون دولار ومنتجات كيموية بقيمة 4.7 مليون دولار ومنتجات الصيدلة بقيمة 4.2 مليون دولار وألبان ومنتجاتها بقيمة 2.8 مليون دولار ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 2.5 مليون دولار استوردت مصر من الصومال فقط بقيمة 1.2 مليون دولار حيوانات حية وب950 ألف دولار سمغ وخلاصات نباتية بينما سجلت قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر 154 ألف دولار خلال العام المالي 2021-2022 تمتلك الصومال مخزونا هائلا من الثروة السمكية والحيوانية وأكثر من 8 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة التي تجعله جاديرا بامتياز لأن يكون سلة غذائية لدول المنطقة كما يمتلك الصومال رقما قياسيا في سرعة رياح وعدد الساعات المشمسة على مدار السنة بما يؤهل البلاد لتصبح بيئة خصبة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة فرص استثمارية وعدة في كل من مصر والصومال تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون ودعم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين